السلام عليكم جميعا اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير زي ما عودتكم انا بحاول اعملكوا فيديوهات تكون فيها جميع المعلومات اللي تحتاجوها ان شاء الله سواء بتجمعوا معلومات الاول عن يزولندا او انكم خلاص ان شاء الله جايين وبتحاولوا انكم تعرفوا البودجت بتاعتكم هتكون ازاي اولا انا حب اشكركم على رد فعلكوا على الفيديو اللي فات بتاع السبور ماركت وازاي تعرفوا التكاليف بجدا بسوطة جدا ان هو افاد ناس كتير وان شاء الله يعني بازن الله اعملكوا فيديوهات تانية تعرفوا بيا حاجاتي عن يزولندا من مصادر موصوق فيها بازن الله الفيديو بتاع النهاردة ده عن البيوت واسعارها واسعار الايجارات والمناطق والحاجات دي كلها طبعا عايزين تعرفوا اسعار الايجارات ازاي في نيزولندا كده من مصدر موصوق احنا عندنا شركات ايجارات كتير جدا وتقريبا بنسبة تسعة وتسعين تقريبا في المية من شركات الايجارات دي بتحط على موقعين رئيسيين وهم تريد مي وريال استايت ريال استايت دوت كو دوت انزد وتريد مي دوت كو دوت انزد تمام انا الموقعات المواقع دي كلها هتلاقوها تحت الفيديو في الوصف فان شاء الله يعني مش هتحتاجوا انك تكتبوه وراء وقلم ولا حاجة هتلاقو كل اللينكات موجودة تحت الفيديو وكل الموقع اللي هتحتاجوها طيب دلوقتي عايزين نعرف اسعار البيوت انا انا فتحت الموقع ها بتاع تريد مي حعرف اسعار البيوت ازاي انا ممكن اديلكم مثال ايه على تريد مي وادلكم مثال على ريال استايت ازاي بتعملوا الموضوع ده ان شاء الله دلوقتي هنا كاتب لي فور سيل تو رينت فلات ميت فلات ميت ده لو مسلا فيه واحد جاي لوحده وممكن انه هو يقجر اوضة في بيت مع ناس ان هو آآ يبقى بس ان هو مجرد قاد مع ناس في بيت ان هو مشترك مع ناس في بيت في ناس كتير بتعمل كده ما فيش فيها مشكلة ده لو حد جاي لوحده لكن لو مسلا عيلة جاية او حاجة فاحنا عايزين يقجروا بيت بنروح على تمام بنختار هنا انتو جايين مسلا على اوكلند الاول ايه المدينة اللي انتو عايزين تروحوها او نازلين عليها ان شاء الله دي كل المدن اللي في نيوزيلندا كل المدن انا بما ان الناس اغلب الناس بتيجي على اوكلند فانا حدي المثال على اوكلند تمام آآ عايز اقول لك على حاجة ان هنا مثلا دي وايكاتو وايكاتو دي اللي هي طبع هاملتون اللي هي المدينة التانية فهي دي اللي هي تعتبر المقاطعات مقاطعة اوكلند مقاطعة وايكاتو كده يعني فهنا هنقول اوكلند ان حدي مثال على اوكلند كده في اوكلند سيتي في حتة اسمها اللي هي المناطق بقى الكبيرة اللي متقسمة في اوكلند عايزين نسكن في وسط البلد في ملطقة تانية اسمها في فرانكلين في هوراكي الجولف في مانيكاو سيتي نورشور انا عن نفسي انا سكنة في نورشور سيتي ممكن ادي لكم مثال عليها او ممكن ادي لكم مثال على وسط البلد آآ لو مسلا انا حدي مثال على العيلة ومعاها اطفال ومدائرس وحاجات من دي يعني كده وان هي جايين يسكنوا في اوكلند انا افضل كرأي الشخصي انا بس طبعا كل واحد له معاييره الخاصة ممكن في ناس بتحب انها تسكن في وسط البلد جنب الشغل على طول وفي مدارس برضو كويسة هناك بس بالنسبة للموضوع المدارس انا شايف ان نورشور سيتي اللي هي المنطقة اللي هي شمال اوكلند دي احسن بطقة احسن منطقة في المدارس ده من رأي الشخصي ومن رأي الناس تانية برضو يعني فهي انا حدي المثال النهاردة على انا المهم عندي ان انا بوريكو ازاي الخطوات وانتو ادخلوا واستكشفوا بصوا على الموقع كله بصوا على المناطق كلها بصوا على البيوت كلها فهي دي دي المثال او كده عشان بس انا مش عايز اتقبر لكم في الفيديو فده المثال انا حدي على او اللي هي الحي اللي هو شمال اوكلند اللي هي باقي المناطق يعني دلوقتي مثلا اا في في مناطق كتير في النورشور البني اا بايفيو يعني كتير 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 ممكن تبصوا عليها كلها يعني او لو الناس مثلا اا دورت على مدارس وعايز انها تسكن في منطقة جنب المدرسة دي بتعرف اسم المدرسة في انهي منطقة وبتسكن جنبها معلومة كمان عايزة اضفها انك هنا المدارس انت لازم تسكن جنبها في حاجة اسمها سكول زون اللي سكول زون دي ان المدرسة دي بتاخد من الاحياء دي يعني المدرسة مثلا لو هنتكلم على مدرسة المدارس اللي في البني مدرسة اللي في البني هتاخد من البني من اللي هي المنطقة اللي هي اسمها البني وفي نفس الوقت هتاخد مثلا من كذا منطقة حواليها وهم بيكونوا كدبين المناطق فلو الناس اللي هي عندها اطفال دورت الاول على المدارس في اوكلاند وعرفت مثلا ايه المدرسة اللي عايزة تسكن جنبها او ايه المدرسة اللي هتودي فيها اولادها لازم تسكن جنبها خلي بالكوا جدا من النقطة دي علشان حتة لان في مدارس بترفض ناس من بره لسكول زون دي فدي حاجة لازم تعرفوها بس الفيديو النهاردة الاساسي بتاعه ان انا بوريكوا ازاي تعرفوا ايجارات واسعار الايجارات عشان بتعملوا البودجت بتاعتكم تمام انا حكتب ان انا اللي هي كل المناطق في او كل الاحياء في منطقة النورشور اللي هي شمال اوكلاند تمام هنا طبعا بيقسم لك انت عايز كم اوضة من مسلا عايز تبتدي يدور لك مسلا ابتداء من او من ثلاث قوض لاربع قوض مسلا انت عايز البيت يكون في الرنج ده تمام انا مسلا حكتب بيت مسلا من قطين لآ اربعة مسلا تمام يدور لي بقى على كل البيوت في الرنج ده اللي بيت قطين يعرضه لي تلاث قوض اربعة قوض يعرضه لي تمام الحمام في ناس انها بتفضل يكون عندها حمامين او آآ حمام واحد فده ده على حسب يعني ممكن نقول اني وخلاص ما فيش في مشكلة يعني عايزين تدفعوا قد ايه في الاسبوع فده انت تقدر انك انت تحدد نفسك طبعا ما فيش ما فيش الاسعار الجميلة دي كده فلان طبعا الاسعار بتاعت الاجارات مش رخيصة اوي في اوكلاند وحتى في نيوزلاند عمتا اسعار الاجارات برضو مش رخيصة بس بالاخص اوكلاند اغلى اسعار تمام فهنا في عندنا هنا ممكن في ناس عايزة تجرب مسلا من تلتمية مسلا في الاسبوع دي عندنا هنا بالاسبوع الايجار بالاسبوع من لتلتمية لي مسلا اخرها تدفع نقول مسلا آآ ستة مية عشان نشوف البيوت بيكون عامل ازاي تمام وبعد كده بنقول ونشوف هيطلع لنا ايه في طبعا بيوت كتير تطلع تمام? هنا مسلا في منطقة اسمها جلين فيلد يعتبر دي المنطقة دي جنبي انا ساخنة يعتبر في المنطقة دي يعني هنا قطين مسلا بربعمية وخمسين في الاسبوع طبعا بيعرض صور شايفين هنا دي معروض دي شركة اسمها دي عارضين على موقع في ناس اللي هما بيكونوا اصحاب البيوت نفسهم بيعرضهم مش مش بيعرضوا عن طريق شركة بيعرضوا لوحدهم تماما يعني ان هو واحد عنده بيت تمام او بيتين مسلا ان هو دي شغلاته عنده كزا بيت مسلا وان هو بيعرض على طول يعني آآ على على موقع تمام? فهو في بيوت كتير فالرنج هنا مسلا في الاسبوع ربعمية خمسة وتمانين في الاسبوع خمسمية وخمسين هنا قطين بحمام شايفين هنا بيكون عارض لك التفاصيل يعني والمنطقة فين هنا ميلفورد نورد شور سيتي آآ موجود بتاع من يوم عشرين جولاي ان هو خلاص الناس اللي موجودين فيه حاليا يعني ان هو آآ هيكون فاضي من يوم عشرين جولاي فتقدر تنقل فيه تمام? فهنا دي الليستة بتاعت البيوت كلها تمام? انا ممكن اقوم دخلا يعني انا حدلكم مثال اواريكم تفاصيل البيت بيكون عامل ازاي? هنا مسلا فيه بيت في منطقة اسمها تاكابونة دي من المناطق الغالية برضو في النورد شور هي وديفنبورد. فقطين مسلا كاتب لك خمسمية وتمانين في الاسبوع. ففي ناس انتو تدخلوا وشوفوا وشوفوا حالة البيت عاملة ازاي? وطبعا لما بتيجو بتبصوا عليه وبتروحوا. خلينا مسلا ندخل نشوف البيت ده. ونشوف التفاصيل بتكون عاملة ازاي? تمام? انا بس مستني ايحمل. تمام. دلوقتي هنا في على في البيت ده which is good. اه هنا صور البيت من جوه. هنا ده ممكن يكون المطبخ صغير شوية. اه هنا ده المطبخ اه هنا البوتوغاز. هنا على فكرة في ناس كتير اصلا عندنا ده هنا البوتوغاز اللي هو يعتبر كهرباء يعني مش غاز. تمام? البيت ده فعلا شكله صغير قوي. لان هنا تقريبا دي هتكون المنطقة بتاعت مسلا تربسته الصفرة او حاجة. تمام? انا فرقتكو شوية على الصور انت بتقدر انتشوف البيت ده شكله جديد على فكرة. يعني شكله اه حلو. فهنا المنطقة بيقول لك ايه المتميز في المنطقة اللي فيها البيت. فيه ده موجود جنب جنب البيت مول وفيه دي تقريبا المدرسة الاعدادي. وفيه منطقة تانية جنبها اسمها تمام? فهي دي المميزات. طبعا هنا كاتب لك اه بيتس وسموكر انه لو حد بيدخن. لا مش عايزين حد لا بيدخن ولا اه عنده اه حيوانات اه تقريبا انه هو اه مش مش مكت اللي هو البركيه بمعنى الكلام في مصري يعني. اه فيه حمام واحد بس وفيه كار باركينج واحد بس. فهو ده بيت بس اه الميزة اللي فيه انه هو جديد. فده حلو جدا. جديد ده معناه ان هو هيكون العزل بتاع البيت نفسه. ان هو اللي هو بيبقى العزل بين الحيطان اللي هو ما يدخلكش برودة جامد من برا. اه وطبعا بتبقى في الارضية بتاعته فيها عزل كويس. وفي السقف. فهو البيوت الجديدة دي اكتر ميزة فيها ان بيكون العزل بتاعها حلو. فدي دي ميزة حلوة يعني. بس طبعا في اوكلند ما فيش بيوت كتير جديدة غير في المناطب ممكن بعيدة. بس البيت ده حلو. بس قطين. دي هيبقى محتاجة عائلة صغيرة. اه واربعمائة وخمسين في الاسبوع. تمام? حاجة تانية برضو عايز اقول لكم عليها انك لما بتيجوا تأجروا بيت بتدفعوا حاجة اسمها تأمين او اللي هي اسمها فده بيكون حوالي اربع او خمس اسابيع على حسب الشرط بتاع البيت. ده بيكون اه اربع او خمس اسابيع من الايجار يعني انت دلوقتي الايجار بتاعك ربعمائة وخمسين في الاسبوع فانت بتدفع اربع اسابيع مسلا لواء التأمين. ده مردود التأمين مردود لو انتم في حالة هتسيبوا البيت. التأمين ده مردود بس ده علشان مثلا لو حصل اي اي حاجة بازد في البيت اه او مثلا سلمتوا البيت مش نضيف فهما بيخصموا جزء من البوند ده او من التأمين بتاع البيت ده. حاجة تانية كمان كويسة قوي في ده عملوها اه يعني كانت تقريبا دي متجددة مؤخرا يعني. اه لان انا من زمان ما شفتش بيوت بصراحة يعني. اه هنا اللوكيشن. اللوكيشن تحت اهو ده مكان البيت. فالسكولز. فانتو عايزين تعرفوا المدارس اللي موجودة جنب البيت ده. فادخلوا على سكولز. شايفين في مدارس كتير جدا. بس طبعا انتو عملوا هنا. من علامة الزائد دي عملوا في جنب البيت على طول فيه اعتبر مدرسة وفي مدارس تانية كسير حواليه. بس انتو بتختاروا المدرسة اللي اعتبر جنب البيت. فانتو هتقدروا من هنا بقى من آآ تعرفوا كل التفاصيل عن المدارس اللي يعتبر جنب البيت. آآ هنا طبعا دي جايب لك كل حاجة بس انتو عايزين تدوروا على برايمري بس فاتلاقوه. فانتو تقدروا تعرفوا ايه المدارس اللي موجودة واو او انزون او انزون. الفرق بين التلاتة انزون اللي هي دي يعتبر آآ جنب البيت وانه هي ماشية على حدت اللي هي انه هي بتاخد من المناطق قريبة من المدرسة بس. انزون اللي هي لا بتاخد من اي مكان حتى لو بعيد. تمام? ففي مدارس قريدي جنب البيت. آآ انزون اللي هي ما عندهاش فكرة انه هي لازم تاخد من المناطق اللي جنب البيت. لا بتاخد من اي مكان. الانترميديات نفس الموضوع في جنبها جنب البيت تلات مدارس اهو. آآ برضو انزون. تمام? برضو جنبيها تلات مدارس. بس تشايفين مسلا هنا اللي هي نورس قولج دي اوت اف زون فاوت اف زون دي اللي هو الاختيار التالت اللي هو اللي هي المدرسة بتاخد من المكان اللي جنب البيت. اللي هي لأ ما عندهاش الشرط ده. ان هي لأ بتاخد من اي مكان. او زون اللي هو لا طرم انت مش مش في المنطقة اللي جنب المدرسة لا انا مش حاقدك. فده الاختيار التالت. آآ بتتعملوا بقى علشان عايزين مسلا عجبكم البيت وعايزين آآ آآ يعني تشوفوه او تحجزوه او حاجة طبعا انت ما بتحجزها لغير لازم انك تروح تشوفه آآ وتتفق بقى مع يعني طبعا الناس اللي ما هتيجي هنا في الاول هتقعد في اوتيل او موتيل او اير بي ان بي كل المواقع دي انا هكتبها لكم تحت الفيديو ان شاء الله عشان تساهل عليكم يبقى كل كل المعلومات اللي انتو هتحتاجوها هتلقوها تحت الفيديو بازن الله فهنا الايميل الكونتاك ديتيلز فانتو لما انتو خلاص عجبكم البيت هتبعتو ايميل او تبعتو تدخلوا على الكونتاك ديتيلز تكلموهم مباشرة واتقول لهم انا عايزة شوف البيت آآ فهي بتحجز لكم عاد او هو بيحجز لكم عاد اللي هو المسؤول عن البيت يعني وبتروحوا وتتفرجوا عليه وتشوفوه ولو عجبتوه خلاص يعني بتقدموا بقى الاسبتات انكم هتقدروا انكم تدفعوا بيبقى كاش في حساب بنك وحاجات من دي انتو كده يعتبر معاكم معلومات آآ كافية عن ازاي تعرفوا اسعار الاجارات ورنج الاجارات في جميع المدن والمناطق اللي في نيوزلندا من موقعي الموصوقين فيهم وهم تريد مي وريال استيت بتلاقوش هتلاقوا كل المواقع تحت الفيديو ان شاء الله فلما حتاجين تعرفوا اي استفسار اي حاجة عن نيوزلندا اكتبوا لي في الكومنتات كلموني على صفحيتي انا برد عليكم وببقى معاكم خطوة بخطوة لو محتاجين اي استفسار اي معلومات ان شاء الله مش هتأخر عليكم بازن الله استنوني فيديو تاني مفيد ان شاء الله حيفيدكم جدا في ازاي انكم تعرفوا تكاليف الحياة في نيوزلندا ومن مصادر موصوق منها ان شاء الله فاستنوني في الفيديو الجاي شكرا لكم ودعموني بسابسكرايب تانكيو اشتركوا في القناة